وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية برحب بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك دكتور طارق يعني ونحن نتحدث عن القضية الفلسطينية إذن يبرز هنا الدور المصري في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى الحقيقة يعني كيف ترى هذا الدور مع الجهود المبزولة من أجل يعني إيجاد هدنة تبادل المحتجزين والأسرار؟ هو كما تعلمي التحرك المصري في التطورات في الحرب على غزة بتشمل مصارات متعددة جزء منه ما هو إنساني مصابد بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة والمتهمة في كل الجهود التي تمت على المستوى العربي والأقليمي والدولي إضافة للتحرك في إطار ممارسة أكبر قدر من الضغوطات على الإدارة الأمريكية بمراجعة مواقف اتكاه الحكومة الإسرائيلية إضافة طبعا للنقاش والحوار مع الأطراف الأخرى وعلى الأخص طبعا الحكومة الإسرائيلية تعلمي حضرتك مصار التحرك المصري منضبط ومحدد وفق للمرتكزات التي تعمل عليها القاهرة وهو ضروري أن يكون هناك اهتمام دولي كبير وإعادة تأجيم القضية الفلسطينية في الواجهة الدولية الجهود المصرية مستمرة في مسارات واتجهات مختلفة خصوصا في محاولات وقف إطلاق النار وحضرتك تعلمي أن هناك افترات مصري كامل في هذا الإطار سواء كان في مفاوضات الوساطة أو في التحرك لوقف إطلاق النار والضغوطات التي تكون بها مصر في اتجاه كل الأطراف سواء كان في الجمال العام أو مجلس الأمن إضافة طبعا في تحركات وتوجهات التجنوماسية الرئاسية اللي بتبذل مجهودات كبيرة بالإضافة لأجلد الدولة المعنية إذن دور مصر ليس دور إنساني فقط إنما هو دور سياسي دور استراتيجي أي دور في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني وحضرة التعلمي دور دعوة مصرية في هذا الإطار بتركز على ضرورة التوصل إلى خيار حل الدولتين القاهرة عرضت خصة ثلاثية المراحل اللي هي بتبدأ بوقف لإطلاق النار وتبادل المحتاجين والأطراف ثم مرور بإجراءات بناء ثقة وصولا إلى الانقراب في تنفيذ فكر خيار حل الدولتين والمرجعات الدولية الحاكمة للقضية السلسطينية كما تعلمي والتي عصلتها إسرائيل والولايات المتحدة لسنوات طويلة أعتقد أنه تحرك المصري هو تحرك يوجه البصلة نحو إعادة تأتيب القضية السلسطينية للمشهد الدولي وذلك تفاعلات كثيرة في هذا التوكيد وهدف القاهرة ليس فقط وقف إطلاق نار إنما التحرك في اتجاه تنفيذ هذه الاستحقاطات المعصلة اللي طبعا هي كانت سبب كثيرا في توطر في الإقليم يعني التوتر حضرتك وحالة عدم الاستقرار في الإقليم مرتبطة بإعدم حل القضية السلسطينية وبالتالي رؤية القاهرة أو مقربة القاهرة تركز بهذا الإطار ضروري أن توصل إلى حل دولي وتنفيذ مقررات الشرعية الدولية وإعادة بناء الاستحقاط السياسية المعصلة من سنوات طويلة في فرصة الآن لأنه هناك حالة زحم كبير لكن علينا أن ننتبه الأمرين الأمر الأول أن القضية الفقرية مع كل الجهود التي تجدل دوليا في هذا وإدخال المساعدات لأنه لا نريد أن نقول أن مصر وأشقاها الغرب وهم اللي يقدموا المساعدات في صورة كبيرة أكثر من 90% من حجب المساعدات اللي دخلت من المعابر طبعا المعبر رفح لأنه إسرائيل تتعادل فيه إدخال طبعا المساعدات من 6 معابر لحيث وبالتالي كانت هناك مشاركة مصرية في عمليات بإنزال الجواء لبعض الدول بامارات قطر والدول الأجنبية فرنسا والولايات المتحدة نفسها وبالتالي القاهرة تتحدث هنا عن المقربة الأشمن ضرورة تنفيذ فتح فكرة المعابر لأن المعابر ديها اتفاق حضرتك كما تعلمت اتفاقية المعابر وكان فيه تواجد أوروبي واشراط أوروبي في مراحل معينة لأن غلق المعابر يؤدي إلى هذه الأشمن القاهرة تتحرك تحركات سياسية إنسانية تتجاه أعمال الإغاثة والمساعدات لكن الأساس أن القضية الفلسطينية حضرتك هي قضية سياسية طيب دكتور طارق وحضرتك أستاذ في العلوم السياسية يعني حابة استغل وجود حضرتك معنا إذن مصر أكدت مرارا استمرار فتح معبر رفح منذ بداية الأزمة وده كان من الجانب المصري وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة الحقيقة للأشقاء الفلسطينيين كيف ترى تأثير ذلك؟ يعني فتح المعبر كما تعلمه مئدائي ومستمر ولم تهدقه مصر أبداً لكن طبعاً توجهات وصرفات الإسرائيلية من الجانب الآخر وتعنت الإسرائيل في عمليات التفتيش وإدخال الشاحنات وغيره وتفتيش اللي كانت يمر من معبر العوجة ثم إلى رفح والإجراءات اللي حضرتك تعلمينها هو من عطل إدخال هذه المساعدات وجعل دول تنظر إلى يعني اختيارات أخرى سواء كانت الجوية أو من خلال المنفذ الذي يجري العمل عليه الآن في سورة أو أخرى وبالتالي أنا في تأثير حضرت اختيارات مؤقتة مرحلية الأساس وفتح الهدر أصدت معابر من الجانب الإسرائيلي تجاه هزة ومع عمل رفح وبالتالي توجد الآلية لإدخال هذه المساعدات وبالتالي تصميم مصر وتصميم الدول العربية على فتح هذه المعابر هو مهم في هذا الطب في القاهرة بتبسل حضرتك مجبوطات كبيرة ومجبوطات قدارة على مستوى الوساطة أيضا في دور الكتاب السياسي والإعلامي أيضا في دعم الأشقاء سواء كانت بالنسبة بالمساعدات بالنسبة للحالات المساعدينية في مصر وبالتالي في محركات مصرية كبيرة هذا أمر طبيعي لأنه بطبيعة الحال مصر وفي القضايا الفلسطينية أنها مسؤولية قومية كبيرة لنا والاهتمام المصري سواء الرسمي أو الشعبي كبير بيها نحن تنظر القضايا الفلسطينية في أحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية المصرية تحرقات الدبلوماسية أيضا على مستوىات مختلفة وكما أشارت القراط مصر في مظلومة كاملة وفي أعمال الوساطة بصورة كبيرة ومحاولة تقديم الأفكار والرؤى والمسترحات والقاهرة استقبلت اللقاءات والاتصالات التي تمت خلال الفترة الأخيرة فمصر هي في بؤرة ما يجري الآن ده أمر طبيعي بنتقوم مصر بيه في إطار طبعا الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية وبأبناء الشعب الفلسطيني ومنع لتصفية القضية الفلسطينية لأنه الإجراءات الإسرائيلية الإجرامية اللي بتقوم في قطاع غزة ليس فقط استهداف المكون البشري لكن العبد بالقعد الديمقرافي في القطاع وتصفية القضية الفلسطينية القاهرة منتبهة ويقذ مثل هذه الأمور وتنبه وتحذر كل الأطراف الدولية في هذا الإطار نعم طيب حب أتكلم مع حضرتك أيضا يا دكتور عن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وكمان الأمم المتحدة كل الجهات دي أصدرت قرارات وتدبير لوقف إطلاق النار ولكن لم تلتزم بها قوات الاحتلال إذن كيف يمكن المضي قدما في مقاضات قادة الاحتلال يا شهدك علينا نفس بين أمرين القرارات النظرية التي استطرت وتحتاج إلى أليات تنفيذ سواء كانت بالنسبة لي المحكمة الجنائية ودي بتلاحق أفراد كما تعلمي وقاضة سياسين وعسكريين مطلوبين أمام مطارات العالم كإرهابيين وصدرت مذكرات توقيف منذ حرب غزة الثانية إلى اليوم وبين محكمة العدل الدولية لأنه كما تعلم محكمة العدل الدولية قراراتها قرارات غير ملزمة وقرارات توقيفة وقرارات تشارية الآن نحتاج إلى حملة دولية لنسبة الشرعية بإسرائيل أمام المحكمة الدولية يعني كفانة الاستغراض في قرارات لم تنفضل يعني نحن لدينا القرار 22, 24, 23, 38 ومبدلت الأرض مقابل السلام والقرار 163 وفي القرارات الحاكمة الثلاث قرارات الرئيسة أو المهمة في هذا الإطار ومبدأ الأرض مقابل السلام الآن إذا لم تستجد إسرائيل نحن لن ننتظر حكم محكمة العدل لأنه أماما يأخذ فترة طويلة يعني لن يرزل بصورة كبيرة وسيفتقد الأليات أو الأدوات للتنفيذ وغيره كما تعلمي حضرتك وبالتالي علينا أن نستجه إلى البدائل الأخرى المبعى لإسرائيل نزع شرعية إسرائيل في المحافل السورية أمر يهم إسرائيل الغاية لأنه إسرائيل لم تكمل مئة عام في الإقليم وبالتالي الحديث الآن عن أن هذه الدولة مارقة لقواعد الفنوط الدولي وقواعد الفنوط الدولي الإنساني علينا أن نستجه إلى نزع شرعيتها في المحافل الدولية باعتبرها دولة مارقة دولة رغم أنها عضو الأمم المتحدة وأذكر حضرتك أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي انشأت بقرار دوليا قرار 181 الصادر لسنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض دولة يهودية ونشأت دولة إسرائيل دولة العدرية والدولة الفلسطينية المخترطة أن تنشأ وبالتالي لا يمكن إسرائيل أن تطعن في هذا القرار الذي أنشأها القرار الشهير 181 وبالتالي نزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية أمر مهم للغاية الآن لكي تبقى إسرائيل دولة منجوزة دولة مارقة دولة في عزلة دولية لأنه لن تستمر كثيرا الولايات المتحدة والقوى الغربية داعمة لإسرائيل بهذه السورة القوى الغربية والولايات المتحدة حضرتك سنظر لي إسرائيل ليس فقط لحماية أمنها أو غيره إنما بطبيعة الحال هي داعمة لها لا أتحدث هنا عن صفاقات السلاح ولا أتحدث عن الدعم المعنوي والدعم السياسي وغيره في الأمم المتحدة أو غيره لكن النظر إلى القضية الفلسطينية لها قضية شعب عانى من سنوات الاحتلال وهو آخر أنواع الاحتلال في العالم يعني آخر أفضار ما تبقى من المماريليات الدولية هذا هو الاحتلال وبالتالي يتجه العالم من الآن إلى التعامل مع إسرائيل لأنها دولة مارقة يحتاج الأمر حضرتك إلى جهد دولي وجهد عربي ويحتاج إلى تنصيق مواقف والتجاهات ويحتاج طبعا إلى لغيهات ومراكب تأكد كبيرة في العالم معنا نسي لازم تمثلك هو قوة ضغط قوة نفوزة في العالم في مراكز التأثير الكبيرة والعالم ليس الولايات المتحدة فقط العالم الآن يعيد النظر في كثير من القضايا ونحن كعالم أصبحنا عالم متعدد الأقصاد يسمح لحضرتك تمرونة التحرك والتحرك في كل الانتجاهات لتحقيق الأهداف الخاصة ليس بالقضية الفلسطينية ولكن بالقضايا العربية التي أهملتها الأمم المتحدة يعني تمثل مجهودات كبيرة فيه حلها أعتقد أنه تبني حملة لنزع شرعية إسرائيل أولوية أولى في هذا التوصيد وهذا هو ما يوسع إسرائيل بصرص النظر عن ما سوف يصدر منه صرارات طبما تصبح طبعا مؤجلة لاستقادها لأليات التنسيج أعتقد مهم للغاية أن يتم هذا طيب دكتور طارق حضرتك دلوقتي تحدثت في نقطتين تحدثت عن محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة حابة أتكلم مع حضرتك عن قرار مجلس الأمن هل ترى أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة أثر يمكن على المفاوضات الجارية بشأن التوصل لهدنة يعني خلينا نسير للموظفين حضرتك بعيدة عن الجدال القانوني والسياسي القرار صدر تحت الباب الثالث والباب الثالث غير ملزم وبالتالي ليس في الصدية أنه ملزم أو غير ملزم لأنه يفتقد أيضا الأليات للتنفيذ أو للتأثير وبالتالي لا نريد أن ندور في حلقة مفردة الآن ربط هذا القرار بالإخراج عن الرهائل والمحتجزين وغيره بطبيعة في الحال هذه صيغة سياسية يعني الولايات المتحدة حينما تنعت حضرتك عن تنفيذ استخدام حق النقدة كان الأمر الرابط هنا أو رابط الأساسي بين الإفراج عن المحتجزين وغيره لكن يحتاج الأمر إلى تفعيل القرار الجديد هذا هو الأهم إما أن يلجأ الأمين العام باستخدام صلاحياته تحت البند 90 لصلاحيات الأمين العام أو تحت البند 25 نساط تحت حفاظا على الأمن والسلام الدولي ينوي تتجه إلى حالته إلى الباب السابق تبدأ مناقشات حول هذا القرار تحت الباب السابق هذا هو المطار الممكن الاتجاه إليه في هذا التوصيل قرار وإدخاله حيث من عمر مختلف تماما لكن الأمين العام كما تعلمي سمي شيطانته إسرائيليا وبالتالي إسرائيل أدخلت الأمم المتحدة ووكالاتها حتى ووكالة غوث اللاجئين وأنار وكل الوكالات التولية وكل المتابعة لليه أنه كلها سمي شيطانتها بما فيها الأمين العام فأعتقد أن الأمين العام عليه دور في هذا الإطار هذه هيكمل المواجهة الرجل كان بدوره طبعا وحضرة إجتار القاهرة كما تعلمي ووقف أمامها بالرفح في السيارة الثانية ووجه رسائد للعالم هذه كلها أمور رمضية نحن الآن نحتاج إلى إجراءات نحتاج إلى تدابير نحتاج إلى إجراءات مباشرة بتنفيذ ما يتم إصداره والضغط على إسرائيل أنا أعتقد أن مجلس الأمن يستطيع أن يكون بهذا لكن كما تعلمي مجلس الأمن غابة سياسية كبيرة وصراعات كبرى والقضية ليس لكي استخدام حق النص أو عدم استخدام والقضية مرتبطة حضرتك بتركيب وحسابات وإهداف ومصالح للقوة الكبرى والولايات المتحدة وهي تمتنع عن التصويت تدرك أنها تمسك العصة من المنتصف لا تريد أن تفقد منتخياتها الدولية ويتتحدث عن الإجراءات والتدابير والشراكة مع الدول العربية وستتخوف من رد فعل إسرائيل بالعكس ده قامت إسرائيل الأولايات المتحدة بالإجراءات والتدابير محاولة لترضية إسرائيل يعني بصرق نظر عن الإجراءات التي اتخذها نتنياهو فما تعلمه لكن في النهاية قام وزير الدفاع الإسرائيلي بالتجارة أولايات المتحدة والحوار الاستراتيجي يتم وبتتم اللقاءات بصورة كثيرة محاولات الترضية من الإعلان عن قائمة تحديثية لإسرائيل الإسفة 35 للإسفة 15 المعطلة الزخائف المتصفات كل هذه الإعلان عنها خلال الساعات الأخيرة إذن نحن بحاجة إذن نحن بحاجة يا دكتور للخروج من دائرة الإجراءات إلى دائرة التنفيذ على أرض الواقع دي أكتر جملة ممكن أن نهي بيها يعني لقائي مع حضرتك أنا بشكرك الحقيقة جزيلة شكرا على كل ما تفضلت بي من معلومات دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا بك